أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة القسم الأدبي أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة وبرنامجنا المتميز ومدرسة على الهواء في بداية الحلقة نرحب الأستاذ الفاضل الأستاذ محمود عطية أهلا أستاذ محمود أهلا بك أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة القسم الأدبي السنوية العامة علم وأدبي غدا إن شاء الله على مدى اليوم كامل في مراجعات كاملة لكل المواد ابتداء من مادة التاريخ الساعة 11 للساعة 12 فبنقوله لكل الطلبة بكرة في مراجع التاريخ من 11 لل 12 النهاردة على مدى 3 ساعات اتكلمنا في ساعة عدة الساعة اللي احنا بنشتغل فيها في ساعة بعد كده يعني 3 ساعات تاريخ النهاردة طبعا في انتظار اتصالات وتليفونات والأسئلة المتنوعة اللي احنا تعودنا عليها في نهاية السنة وتصفية الوضع الأخير بالنسبة لمنهج التاريخ طبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أسئلة كتيرة جدا جدا جات لنا من كل أنحاء الجمهورية من ضمن الأسئلة الهمة اتكلمنا عن المناخ السياسي والفكري سواء في عهد إعباس حلم التاني وزور مصطفى كامل وفي عهد الرئيس السداد من المناطق الشائكة عندي في كتاب المدرسة واللي فيها أسئلة استنتاجية واستنباطية مهمة جدا تطبيق الاحتكار في البداية بنقول مع الأسئلة محمود ما النتيجة المترتبة على السؤال ده كان طبعا في الحلقة اللي فاتت النتائج المترتبة على احتقار محمد علي سياسة الواردات في مصر طبعا هو يمكن السياسة التي تبعها محمد علي في موضوع منع الواردات إلا ما هو لا يوجد إلا في مصر يعني مثل إيه مش هيستورده إلا الشيء النقص فعلا الكلام ده أدى إلى غضب دول أوروبا إصارة غضب دول أوروبا هي سياسة احتقار بشكل عامل مصد أحمد ما زعلتش أوروبا اللي زعلت أوروبا هو محمد علي احتقر الواردات معنى كده إنه هو أغلق الأسواق طب هو محمد علي كان تبع سياسة الاحتقار وهو المتحكم في الزراعة والصناعة والتجار بس فتح أسواق مصر دي ما كانتش يتعمل مشكلة مع دول أوروبا سياسة احتقار الواردات هي السبب في غضب دول أوروبا وعلى رأسوه من جلترا لأن هي كانت أقوى دولة اقتصادا في أوروبا وخطر على اقتصادها إن مصر أغلقت أبواب جميل يعني نيضا نقول برضو هنا ما العلاقة بين احتقار محمد علي سياسة الواردات ومعاهدة بلطة ليمان تمام هناك ارتباط بين احتقار محمد علي بتجارة الواردات واتجاه انجلترا العقد معاهدة بلطة ليمان مع السلطان شعور انجلترا عن سياسة الاحتقار التي اتبقها محمد علي في موضوع الواردات يعتبر حجر عصر أمام انجلترا فلذلك اتجأت انجلترا إلى الاتفاق مع السلطان وفيه حاجة يا صلى الله عليه وسلم هي استغلت الأزمة السياسية اللي كانت بين محمد علي والسلطان انتعالف لو كانت العلاقات طيبة جدا مع محمد علي والسلطان ما كانش يوافي على موحدة بلطة ليمان يعني ممكن نحط سؤال تاني ما العلاقة بين الأوضاع السياسية أو الحروب بين محمد علي والسلطان وتطبيق بلطة ليمان تمام ان استغلت انجلترا الأزمة السياسية بين محمد علي والسلطان في الضغط على السلطان للتوقيع على معاهدة بلطة لمك لو كانت علاقات محمد علي بالسلطان طيبة ما كانش وقع لماها ويمكن ده السؤال اللي فيه طلب يقول لنا عليه ماذا كان يحدث إذا لم يدخل محمد علي في حروب مع السلطان كنا نقول أول حاجة ما كان جاء أوروبا حاسن أنه خطر كان هيبقى فيه تحالف بين محمد علي بالسلطان بعدين ما كانش هيوقفه ضد سياسة الاحتكار لأنه مش هيلاقه تشجيع من السلطان طبعا هنا في انتظار اتصالات وتليفوناتكم طبعا أي تليفون بيجي بوصلنا على طول لحد ما تيجي الاتصالات عندنا بعض الأسئلة برضو الهمة بنتكلم على تطبيق الاحتكار على الأوضاع الاجتماعية في مصر حيث كان لتطبيق سياسة الاحتكار الاقتصادية أثرها على تشكيل الكوى الاجتماعية الجديدة وده من الأسئلة برضو الهمة سواء سقوط الاحتكار على الأوضاع الاجتماعية أو تطبيق الاحتكار على الأوضاع الاجتماعية طبعا بنقول عندي يوسم حمود حدث تغير في سياسة مصر الاجتماعية نتيجة لسياسة محمد علي الاقتصادية. كده? دلل. دلل نتيجة لسياسة محمد علي الاقتصادية. نتيجة لسياسة محمد علي الاقتصادية. حدث تغير في الاوضاع الاجتماعية. طبعا هنا عايز الوضع بعد تطبيق نظام الاحتقار الاجتماعي اه هو السؤال طبعا انت عارف سيادتك انه بيجيرنا بصياق تاني كتير ما الاثار المتتبع على تطبيق محمد عل سياسة الاحتقار بالنسبة للقوة الاجتماعية او دلل تأثيرت اوضاع القوة الاجتماعية بنصر بتطبيق سياسة الاحتقار اه طبعا السؤال دوت غير السؤال اللي هو بيقول دلل تأثرت اوضاع القوة الاجتماعية في مصر بسقوط الاحتقار تمام واحنا قلنا معلومة لابنانا الطلبة سقوط الاحتقار اسمه الباب الباب المفتوح الباب المفتوح بعد ازنا حضرتك اسمه حمود بس اناخد تليفون للسابد الحميد حسين من اسماعيلية ونكمل اسئلة سلام عليكم اسمه حميد الله يخليك ازاي حضرتك ازايك اسمه حمود اهلا اهلا استاذنا استاذ عب حميد باسمه عليه فضل ربنا يخليك انا كنت متابع السوز احمد والسوز عبد اناهم في الحلقة الاولى فضل وردك كان جميل اوه السوز احمد على الولد الابننا اللي من المعادم اه فضل يحيا اه يعني فعلا الرب ده انت اكرروا وياريت برضو ان احنا بنقول لكل اولياء الامور وكل اولادنا يا جماعة انت حال من كتاب طبعة 2016 ونموذج الاجابة من الطبعة حضرتك فيه طلبة لازالت بتسأل وتقولك تدعيات الازمة المالية تلغى نص تدعيات الازمة المالية او ملامح الازمة المالية تلغى خلاص واوجي جديد عوامل قيام الثورة العربية اه تبقت العوامل الرئاسية لقيام الثورة انا عملت كده توزيع يا سيد احمد انت رسول محمود بعد ازنكو للدرجات بتاعة الفصول وطبعا موضوع تقدير الدرجات ده متروك لمركز التقويم اه اه بقى ومركز اللي تطول الامتحانات فهم المسؤولين عني يا سيد احميد بس احنا بنقول للوقت عشان الطالب يكون واخد باله ان الكتاب كله عندنا مهم مفيش حاجة بقى نقول على خمسة وستة اه اه لا احنا مش احنا بص يا سيد احمد حمد احنا عندنا الفصل عليه عشر درجات زي الفصل عليه درجة واحدة طبعا اتفاهم سيبت اجمة احنا بضيط تأكد اه موضوع ان احنا بنقول للطالب على الدرجات ده بيعمل بقى طبعا مشاكل بالنسبة للطالب اركز على اقوة يا سيبي لا احنا ما عندناش حاجة زي كده احنا عازين ركز على الكتاب كله من الجلدة للجلدة الطالب اللي عايز يجيب ستين من ستين ده يركز على كل حاجة فمش هنقول لهم تقدرت الدرجات دي عشان بتعمل مشاكل شواء البعض الطلبة. تمام انا برضو نزلت على القناة المشكورة بنزلها الجدوى بها المراحلة الأخيرة الزحمة من يوم اه. اه. اربعة وعشرين ان شاء الله انا نزلتها للاولاد وياريت برضو تنواهوا عنها. اي يوم كام? يوم كام? كل يوم من الساعة عشر للساعة اتماعشة ان شاء الله لفتر قبل الانتحان. يوم اربعة وعشرين وكام? اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين. اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين لاربع ايام? اربع ايام هتشتغلوا من الساعة عشر الصباح للساعة اتماعشة. وحيوعد تلات مرات على مدار اليوم. من عشر الصبح لاتناشر الده? اه القناة اللي نزلهاها عمنا معك على الموقع القناة. طيب خلاص ماشي ماشي. هنعرفها ان شاء الله ونشوفها مع القناة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله بنأكد دايما يا سب حميد ان شاء الله انا معاك احنا بنركز كل مرة على كتاب المدرسة بنقول كتاب المدرسة هو طبعة الفين وخمساشر ستاشر هو كتاب الامتحان اللي هيجي منه الامتحان بنموذج الاجابة بصيغ الاسئلة بكل حاجة طبعا بنشكرك طبعا لاهتمامك والله يا سب حميد ان شاء الله ويرك كل الناس طبعا زي كده وربنا يبارك فيكم كل سنة حالك طيب شكرا صاحب حميد نشوف معنا واسم حمود طبعا الاسئلة اللي انت ستا كتبتها السؤال الاول والسؤال التاني اللي هو يعتبر عكسه طيب شكرا بنواسي سب حميد على التنويه اللي اتكلم عنه بالنسبة لموضوع الكتاب المدرسي بس الاول قبل ما يجوب الاسئلة عايز اقول لابناء الطلبة ان عندنا في بعض الناس عندهم الطبعات القديمة 2014-2015 لازم يكون الكتاب اللي في ايد الطالب في البيت 2015-2016 وبنقوله ان الامتحان اللي بتحطه لجنة من الوزارة تضم موجهين عموم وموجهين اوائل وده كترة من مركز صدوني امتحانات والامتحان ده سر من الاسرار محدش يقترب منه الهائي وفي بعض المدرسين للأسف بيزيعوا انه هم ليهم معرفة واللي هم حطوا امتحانات مفيش مدرس بيحط امتحان لان من موانع وضع الامتحانات انه يكون بيحط الامتحان مدرس لانه لازم ما يكونش بيدرس المادة ولا بيدل دسكسي فده اول حاجة فده شغلة مواجهين عموم ومواجهين اوائل فما نسمعش اي مصاب يقول ان الامتحان انا مشترك فيه او انا حاجب لكم سؤال كل ده ده نصب وده جل ابنائي ما تتهزوش من اي يوم ده رسول الكلام ده ده كله شغل نصب وما تسمعوش اي كلام خالص عن كده ثانيا من المشاكل اللي احنا بنقابلها مع ابنائنا الطلبة انه بيجروا لنا اسئلة لغت لان الاستاذ عمل المنزمة من السنة اللي فاتت اللي قبلها وما فكرش انه هو يشوف ايه اللي حصل جديد في الكتاب فالمنزمة بتطبع هي هي باسئلة غلط واسئلة افتكاسات من عنده ما تتحطش في الامتحانات ابدا والطالب يقعد في حيرة ويحس انه هو قدام فوزير فياريت يبقى المرجع الاول ولكن دينا كتاب المباسة ويتبقى مراجعتنا في التلفزيون خلي بالكوا يا ابنائي ان السؤالين دول شبه بعض وهو الاوضاع الاجتماعية الاوضاع الاجتماعية اتأثرت مع تطبيق محمد علي السياسة احتقال وتأثرت مع تطبيق معاهدة لندن لما طبق محمد علي نظام الاحتقال حصل تغير في شكل القوى الاجتماعية فاصبع عندي طبقات ظهرت وطبقات اختفت والكلام ده قبل كده عندنا خمس طبقات ظهرت وثلاثة اختفت طبقات اللي ظهرت الخمسة اللي هي طبقة عمال المصانع قصة محمد علي خديج المدارس الجديدة الأعيان والبدو اما التلاتة اللي اختفوا الممليك والزعامة الشعبية وطلاب الازهر طيب نيجي بقى لوضاع المجتمع المصري وقتقال الاجتماعية مع سقوط الاحتقار وتطبيق سياسة الباب المفتوح وكلمة الباب المفتوح ما تقالتش في كتاب الوزارة الا مرة واحدة فقط في الجزئية الخاصة بأسل انهيار الاحتقار على الوضع الاجتماعي هنجد ان طواقف الحرف للأسف الصناعية تضهورت احوالها مش عديني نفسه المنتج الاجنبي ايضا التجار لم يتمكنوا من مواجهة التجار الاجانبي يتمتعوا انتيازات اجنبية الطبقة الوحيدة اللي استفادت من سقوط الاحتقار هي طبقة ملاك الأراضي الزراعية اصحاب الاراضي ده بالنسبة لاجابة الصالية تمام ده بالنسبة للتطبيق سياسة الاحتقار على الاوضاع الاقتصادية والذي نتج عنه من الاوضاع الاجتماعية طبعا في انتظار اتصالاتكم وتريفوناتكم برضو زي عماني نويت في الحلقة الاولى بنقول احنا على مدى تلات ساعات كاملة النهاردة وبكرة ان شاء الله من حداشر لاتناشر عندنا جزء مهم جدا عندي في الفصل اه التالت الفصل التالت من اهم الفصول عندي لما نجي نتكلم عندي في الجزء الخاص بالثورة العربية اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اسباب الثورة العربية والنتيجة المترتبة عليها نخلي بنا ان نتيجة الثورة العربية ليست نتيجة محددة ولكن نتيجة مفتوحة في عزل عثمان رفقي ثم تعيين البورد وزير للحربية ثم ايه مطالب سبتمبر في عزل رياض وتعيين شريف ووزارة شريف التالتة وانشاء مجلس النواب والمذكرة المشتركة الاولى من اهم الاسئلة عندي بنقول طبعا اسئلة المقارنات خاصة الايه المؤتمرات نقول مع الوستاذ محمود قارن بين مؤتمر الاسيتانة من الاسئلة المهمة جدا قارن بين مؤتمر الاسيتانة 25 يونيا مؤتمر الاسيتانة 25 يونيا 1882 وحادثة وحادثة اغادير 1911 عشر. موضحا موضحا الظروف والنتائج. طبعا زي ما تعلمنا ان مش شرط ييجي المقارنة عندي ما بين مؤتمرين او حدستين. ممكن تيجي ايه? حادسة ومؤتمر. مسبحة وحادسة. مسبحة ومؤتمر. اه اتفاقية او معاهدة ومؤتمر. وهكذا. فنخلي بنا من النقاط دي مع الاستاذ محمود توضيح لاجابة السؤال موضحا الظروف والنتائج. تفضل الاستاذي. شكرا اوز احمد. كميس ان انت قلت الحتة ان مش شرط المقارنة تيجي بين حاكتين زي بعض. بالزبط. لكن انا ما حب اجيب مقارنة لازم تكون اه مسلا الدول الدول اللي لعت العقد المؤتمر او الدول اللي سببت الحادسة او النتائج. لازم الحاكتين يكونوا متشابهتين. جميل. طب بعدها ستك ناخد عبدالهادي من المينيا ونجاوب الاسئلة مع السؤال بتاعنا. سلام عليكم عبدالهادي. الله يخليك عبدالهادي عامل ايه? اسم حموز. اهلا الحبيب ازاك وصحبهادي. الله يخليك. مع السؤال دلل معلش. تفضل عبدالهادي دلل على صحة العمارات الاتية واحد. كان شريف باشا. كان شريف باشا. بعيد النظر. بعيد النظر. حينما عرض على النواب. تأجيل النظر في مناقشة الميزانية. تأجيل النظر في مناقشة الميزانية. في سؤال تاني معلش الصحب. فضل. دلل تاريخيا على. دلل تاريخيا على. تبلورت النظرة الاقليمية. ايه? تبلورت. تبلورت. النظرة الاقليمية. على حساب الحكومة الاسلامية. على حساب الحكومة الاسلامية. عند توسعات محمد علي في الشام. ما هيش تعمل عند السصار. فضل. بالنسبة لو سؤالي بيقول ما رأيك في اصلاحات مينو في القضاء. اه. ده سؤال مهم. هنا نقول اصلاحات ملساة ولا? هتقول ارى ان اصلاحات مينو في القضاء كانت مفيدة للشعب المصري. حيث ان مينو بدأ فيه. وضع قوانين جديدة تعمل على منع المشاكل الاجتماعية. حيث قام بالغاء مبدأ الدية. وترق الامر للقضاء. ثم حاول فض المشاكل التي تنشأ بين جميع الطوائف الدينية في مصر المختلفة. بانشاء محاكم لكل الطوائف. ثم عمل على التوازن الاجتماعي بالغاء الانتيازات. والزم كل الموجودين في مصر بدفع الضرائب بما فيهم الفرنسيين. انت فيمكن هنا? شكرا. العافية حبيبي. في حاجة تانية عندك? طيب اسمعنا يا عبدالهادي من التلفزيون. تفضل اسم حمود. دلل كان شريف باشا بعيد النظر عندما عرض تأجيل مناقشة الميزانيات. تفضل. طبعا هو يعني يعني عندنا هنا الحتة ديت طبعا. آآ هنتكلم عن ايه? هنتكلم ان هو كان يرى ان انجلترا وفرنسا سيحدث منهما تدخل في حالة مناقشة. هو طبعا ما فيش بعد النظر على حاجة بالنسبة لموقف الشريف. هو راجل يعني كان فيه بينه خلاف بين العربيين. وهو يعني ما نداشو ان هو يعني رجل وطني يعني بالمقام الاول لانه طول الوزارة اكثر من مرة بعد كده. هي الفكرة كلها انه هو كان واجد ان فيه اختلاف بين الرأيين. اختلاف موقف انجلترا وفرنسا هددوا بالتدخل اذا تم مناقشة الميزانية. والعربيين يروا ان ذلك حق رازين له. بعد نظره ان هو يعني كان لا يريد تدخل انجلترا وفرنسا وفعلا حصل ذلك من خلال. يعني مناقشة الميزانية. بس انا برا ان المزاكرة مشتركة تانية. يعني حتى برضو يعني قعدت مدة كبيرة وكان المزاكرة مشتركة تانية الكتاب ما قالش عشان مناقشة الميزانية. لا التدخل لحماية الاجانب وحماية خداوية. اه لكن يعني مش ده السبب حتى اللي عندنا بتاع المزاكرة محشل كده مش عايز اربط. مم. بنبعد نظره وحتة التدخل الاجنبي. لكن هو كان دي رأيه. انا السعال لو جاي مش هيجي بالسيقة دي خالص. هو هيجي. اقول يقول لنا يفوت الفرصة كان بعد نظره حتى يفوت الفرصة على التدخل الاجنبي. و لما تم اتنواش الميزانية ما حشلت حاجة لان اللي حصل. احتاج بازدياد نفوز او وصول معلومات بان عرابي يعد العدة لعزل توفيق وتعيين عمه حليم بشر. تمام. حتى التبرورة النظر الاقليمية على حساب الحكومة الاسلامية عند التواصلات محمد علي. طبعا اه برضو دي اتشالت من الكتب. اه كلمة ايا بنقول متى بدأت النظر الاقليمية? اه اه هو محمد علي يريد اقامة دولة عربية بعيدا عدان عصماني. اه اه ادي كل القصة ولكن هي كلمة النظر على حساب الحكومة الاسلامية اتشالت هنقول له برضو عبدالهادي هنا عبدالهادي لما نجي نقول لك تبلورة النظر الاقليمية على حساب الحكومة الاسلامية الشاملة تقول بدأت هذه النظرة او بدأت فكرة محمد علي في تكون الربطة منذ الحرب الوهابية زادت الفكرة بالفعل عندما اشتبك محمد علي مع السلطان في الشام واصبحت الفكرة هنا تضم او فكرة تكون ربطة عربية تضم مصر ووادي النيل اي مصر والسودان معظم الجزيرة العربية الشام وادنة وكريد في مواجهة الحكومة العثمانية الشاملة وتصبح حزيه التوسعات لمحمد علي الظهير للحكومة المركزية القوية التي اقامها في القاهرة دافن بالنسبة لمقدمة الحروب عبدالهادي في عهد محمد علي معان عهد من القاهرة سلام عليكم يا عهد السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك ازاك عهد عام لأي كل السلام طيبة ما العلاقة بين سؤال عهد ما العلاقة بين العهد معنا عهد من القاهرة اسم محمود ما العلاقة بين سياسة فرنسا في سوريا سياسة فرنسا في سوريا ولبنان ولبنان وقيام ثورة الف سمية خمسة وعشرين ماشا لحظة واحدة سياسة فرنسا في سوريا ولبنان وقيام ثورة الف وتسعمية خمسة وعشرين او بنسميها الثورة الايه السورية الكبرى عهد. تمام. تمام اتفضلي. اه بما تفسر. بما تفسر. معارضة المانيا. معارضة المانيا. انفراد فرنسا. انفراد معارضة المانيا انفراد فرنسا. بالمراكش. بمراكش او المغرب. اه. افضلي. اه وضح يعني كاتب عبارة ووضح. اه جميل وضح على العبارة بيقول ايه? اه المؤسرات والظروف السياسية. المؤسرات والظروف السياسية. والظروف السياسية التي ادت لتأسيس التنظيم. التي ادت لتنظيم زباط الاحرار. اه. لتنظيم الضباط الاحرار. تمام? اه. ماذا يحدث اذا? ماذا يحدث اذا? قام الزعماء العرب. رحزة واحدة. ماذا يحدث اذا? ماشي قامة. زعماء العرب. الزعماء العرب. اه. بتوقيع ميساق الضمان الجماعي از الف تسعمية وخمسين. تمام? اه. وجه نصيحة. وجه نصيحة. اه للحكام العرب. وجه نصيحة للحكام العرب. لمواجهة التكتلات العالمية والعولمة. لمواجهة التكتلات العالمية والعولمة. افضلي. اه اه ماذا يحدث اه ماذا اه لا وضح. وضح ماشي. اه مظاهر المعارضة. مظاهر المعارضة. لنظام حكم مبارك. لنظام حكم مبارك. وضح برضو. وضح المعارضة لنظام حكم مبارك. تمام وضح برضو اه. اه. اه كيف نجح حزب الوفد? كيف نجح حزب الوفد. في ربط مصر. ده الملغة ده. في ربط مصر بامتها العربية? اه. ده تلغي عهد. تمام. السؤال ده تلغي. اه حاجة تانية. اه قارن بين دور سعد زغلول. قارن بين دور سعد زغلول. اه ودور دانلوب في التعليم المصري. ودور دانلوب في التعليم المصري. اخر سؤال. فضالي. ما رأيك فيه? ما رأيك فيه? اه مفاوضات حسين مكمهون. مفاوضات الشريف حسين مكمهون. مش مفاوضات بقى مرسلات. تمام. مرسلات الشريف حسين مع السير هنر مكمهون خمستاشر ستاشر. ماشي فيه حاجة تانية يا عهد? لا شكرا. تبعين يا عهد من التلفزيون. هنجواب لك على الاسئلة اللي حضرتك سألتها كلها. معلش تعمل لك في الكتابة اسم حمود. صدر اسم حمود. من اول ما العلاقة بين سياسة فرنسا. عندنا يا عهد جابت مجموعة كتيرة من. اه من الاسئلة في الخامس والسادس والرابعة. اولا اه بكل بساطة يا عهد. عشان نقدر نفيد كل ولدنا. العلاقة بين سياسة فرنسا في سوريا ولبنان وقيم ثورة خمسة وعشرين. هنقول ان السياسة الاستعمارية التي قامت بها فرنسا في سوريا ولبنان بعد علان انتدابها على الدولتان هي السبب في اشتعال الصورة. نروح عيني من الاسباب. وتمسات هذه الاسباب او هذه السياسة التي قدت لاشتعال الصورة في. العمل على تقسيم سوريا الى عدة دوائلات صغيرة ميكروسكوبية. اتنين. القيام بضم اجزاء من سوريا الى لبنان فظهر لبنان الكبير. ونقول بقى بعض المرات زي العلويين وترابلوس. تلاتة. استيطرة على الاقتصاد السوري وربطه الاقتصاد الفرنسي. اربعة. اه تولي الموظفين الفرنسيين الوظيفة الهمة في سوريا. طبعا الموضوع يعني هنشرح السياسة. سوريا الثاني زي احمد بما تفسل معارضة اه معارضة المانيا. انفراد فرنسا بمراكش. لانفراد الفرنسا بمراكش. اه المانيا عرضت انفراد فرنسا بمراكش لسببين. السبب الاول ان الصفقات التي قامت بها فرنسا للانفراد بمراكش قد تمت دون اغز رأي المانيا. يعني كده كان المانيا مستبعدة من اللي هي الصفقات اللي عملتها فرنسا مع انجلترا ومع اسبانيا ومع ايطاليا. اتنين. ان المانيا كانت غاضبة لان دولتي الوفاق رفضتها مشروعات المانيا في مد خطوط السكك الحديدية. مشروع خط اه ان هو هيصل الى قزمة في القويت على ساحل الخليج العربي. والمشروع ان هيصل الى طابة على ساحل البحر الاحمر في مصر. دي جابت السؤال. سؤال التاني مسر احمد اه اللي هي بتقول لنا. والله المؤثرات السياسية التي ادت لزور التنظيم. السؤال ده جاء مرتين في الامتحان. هو في اربع اسباب. بالزبط. واحد. ان الدباط وجدوا ان معهدة ستة وتلاتين لم تعطي لمصر الاستقلال الحقيقي. اتنين. لان ما زال جيش الانجليز موجود في مصر. اتنين. ان حادث اربعة فبراير وما حدث فيه اهانة لقرامة مصر. تلاتة. بسبب غضب الدباط مما حدث في حرب فلسطين وهزيمة مصر. بسبب زهاب الجيش بدون استعداد وبدون تعاون مع الدول العربية. اخيرا بسبب ظهور بعض الجماعات السياسية التي شجعت التنظيم على الظهور. زي جماعة الاخوان والمسلمين ومصر الفتاة. ماذا؟ استاذ احمد بقى هنا جبت انا السؤال فوق هل هو ما رأيك في مرسلات الحسين مكمهون. اه. فضل. ما رأيك في مرسلات الشريف حسين مع السير هنر مكمهون. طبعا ده سؤال عندك انتو كنت سعلاف الاخر خالص سعاد. الاستاذ محمود هنا كتب بفوق. ما رأيك في مرسلات حسين مع مكمهون. طبعا بنقول الشريف حسين مع السير هنري مكمهون اخطأ في الوصوق بدول الاستعمار او الدول الاستعمارية سواء انجلترا او فرنسا. حيث عبر الشريف حسين في مرسلاته عن طموحاته في تكوين دولة عربية كبرى تمتد من مارسين واطنة شمالا الى الحدود العراقية الفارسية شرقا. الخليج العربي الجزيرة العربية الشام والعراق. طبعا هنا افصح عن كل ما يضمره الشريف حسين في الاطاحة بالدولة العثمانية ليصبح الشريف حسين ملكا على العرب. استغلت ذلك الحلفاء بالفعل واستغلت انجلترا وفرنسا هذه الطموحات لكي تدفع بالشريف حسين في الاشتراك في الحرب العالمية الاولى ضد الدولة العثمانية. طبعا ده بيعكس ايه عندي هنا يا عهدي? بيعكس سوء فهم القوميين العرب بطبيعة الاستعمار. ازاي انجلترا لم تحطي الشريف حسين وعدا او لم تقطع انجلترا وفرنسا وعدا على نفسها باقامة الدولة العربية للشريف حسين? وبالرغم من ذلك يشترك الشريف حسين معتمدا على تأييد انجلترا لدوره في الحرب. وما كان للانجليز والفرنسيين ان يقيموا الا مصالحهم الخاصة فقط. فذلك يعكس سوء فهم العرب بطبيعة الاستعمار الاوروبي وفي خطأ الشريف حسين في الاشتراك مع هذه الدول ضد الدولة الاسلامية العثمانية. طبعا عندنا برضو من دمن الاسئلة المهمة جدا والسؤال الجميل جدا ماذا يحدث اذا قام الزعماء العرب بتوقيع مصاق الضمان الجماعي الف تسعمائة وخمسين. السؤال ده كويس جدا على فكرة عهده مهم. ماذا كان يحدث اذا وقع الزعماء العرب مصاق الضمان الجماعي الف تسعمائة وخمسين. نقول اول حاجة عندي اقامة وحدة عسكرية قوية. العرب يعمل وحدة عسكرية قوية فعلا. تونا تكوين وحدة عسكرية قوية او جيش عربي قوي. اتنين توثيق التعاون السياسي والعسكري بين الدول العربية. يحصل توثيك في التعاون السياسي والعسكري. حول حلم العرب في الوحدة الى حقيقة ملموسة. اصبحت وحدة العرب ايه؟ مجرد حكومات ولكن وحدة سياسية فعلا عسكرية ملموسة. لم تستعيد مصر بعد فشل الميصاق بعقد معادات سينئية مع الدول العربية الرمية في الوحدة. ثم لم تستطيع الدول القبرى ضرب الدول العربية. أي لم تتعرض مصر للعدوان السلسة سنة 1956. لم تتعرض البلاد العربية سواء سوريا أو الأردن أو فلسطين أو مصر إلى العدوان الإسرائيلي سنة 67. أصبح للعرب وزنا إقليميا في العالم الآن ولم يجرؤ أحد على التدخل في أمور العرب الداخلية. السؤال ده كويس قوي. السيد محمود وجه نصيحة. للحكام العرب. وجه نصيحة زي بالضبط كده أستاذ أحمد. زي ما نقول للطالب ما مقترحتك. ما مقترحتك للحكام العرب هو وجه نصيحة للحكام العرب. لمواجهة التحديات. لمواجهة التقتلات. هنا السؤال ده متروك للطالب يحط حلول من عنده تكون مناءمة ووضعية ومنطقية وعلمية. وده اللي هتلاقوه بإذن الله في نموذج الإجابة السناري. تراعى أي إجابة للطالب تكون منطقية وعلمية. عشان ما نسيبش المدرسين يقدروا من عندهم. بإذن الله. يعني هنستمع لإجابات الطالب في أسئلة مرأيك. فحاول أن أنت تتعامل مع السؤال كأنه موضوع إنشى في ثلاث أو أربع سطور. طب لو هنشوف نصيحة. أنا عندي ممكن. يجع الشين نصيحة. ممكن ناخد منهم أربعة مثلا. أولا يابد الحكام العرب من تصفية الخلافات. لابد الحكام العرب من إقامة سوق عربية مشتركة. لابد الحكام العرب من الاتفاق على إنشاء جيش عربي موحد. لابد الحكام العرب من إلغاء الجمارك والفواصل على الحدود. وإنشاء عملة موحدة. برضو نوجه نصيحة للحكام العرب أن يتفقوا على تعديل مساق الجامعة. لكي ينص المساق على أن تكون قارات ملزمة للجميع وليس لمن يقبلها. لأن دي من ضمن عيوب الجامعة. برضو نصيحة للحكام العرب ألا يخضعوا للاستعمار أو القوى الأجنبية وألا يكونوا تحت ضغط منهم. دي كلها نصايح. دي مطرقة للطالب أنه هو يوجه النصيحة. ولكن في إطار من اللي أنا قلت لكم عليه. في سؤال تاني قلت هنا عهد. مظاهر المعارضة لنظام حكم مبارك. طبعا ده سؤال سياسي مش بإذن الله خارج عن النظام الانتحان. وإحنا قلنا الأسئلة السياسية الحالية ممنوعة. كيف نجح حزب الوفد ده اتلاجة مش موجود عندنا في المنهج قارن بن دور سعد زغلول ودلو في التعليم. سعد زغلول عمل حاجتين وهو متولي وزارة الشعب. زود ميزانية وزارة المعارف. اتنين جعل التعليم إجباري للبنين والبنات نقطتين وجمف الانتحان قبل كده. دور دلو في التعليم هذا الرجل المستشار الإنجليزي خلال وجود الاحتلال البلطاني في مصر قام بوضع مجموعة من النظم والقوانين اماتت روح الابتقار ادت الى وضع قيود على المناهج جعلت الطلاب خاضعين وخانعين للوجود الاجنبي. بالاضافة اللي قلنه من ضمن الناس اللي اشاروا اللي اجعل التعليم بمصرفات عالية فبالتالي نسبة التعليم بقت ملخفضة جدا وكلكم عارفنا. ده بالنسبة بسؤال ساعدنا. سؤال المعارضة برضو نقوله حتى لو ايه ما فيش حاجة مهمة برضو نقوله اه بينقول لبرضو عاد ايه اشكال المعارضة بينهم اتظهرت حركة ايه كفاية وحركة ستة ابريل من عمال الغازل والنسيج في المحلة وحركة شباب الغد وانضمت اليهم الايه اطياف من كل ايه الشباب معانا الشيماء من المينيا سلام عليكم يا شيماء ايوة سلام عليكم يا شيماء الله يخليك يا بنت تفضلي فضلي يا بنت تفضلي وضح فقرة وضح حالة تفضلي بيقول وضح اهتمام ثورة يوليو عام 1952 على ميلك بس على ميلك اهتمام ثورة 23 يوليو 1952 بالمرأة بالمرأة يمثل تحقيقا لأحد اهداف الثورة يمثل تحقيقا لأحد اهداف الثورة يمثل تحقيقا لأحد اهداف الثورة تمام اتنين اه اذباب عقد معاهدة اذباب عقد معاهدة 1932 اسباب عقد معاهدة الف تسعمية ستة وتلاتين بين مصر وبريطانيا بين مصر وبريطانيا تفضلي بعد كده اوجه نقد دستور عام الف تسعمية وجه معليش بقى التلفون اطع معاك برضو يا شايا ما لهو التكلمة تاني وجه نقد لدستور الف تسعمية تلاتة وعشرين تمام معاك يا شايماء بعد الخط مقطع تابعينا من التلفزيون سيد محمود وضح اهتمام صورة يوليو بالمرأة يمثل تحقيقا لأحد أهداف الصورة طبعا السؤال ده جميل جدا لما جي في الامتحان في بعض الطلبة تكلموا عن المرأة بس لكن الاجابة المطلوبة ان احنا نقول ان اهتمام صورة يوليو بالمرأة يمثل تحقيقا لأهم مبادئها وهو المبدأ الرابع اللي هو بيقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والروح شرحين اللي هي قصص المبدأ ده ازاي انه هو عمل على مجانية التعليم عمل على وضع قوانين للتأمينات والمعاشات عمل على اه يعني الاهتمام بالمرأة من خلال جعل من حق المرأة التنشيح في المجالس النيابية وفي السياسة ايضا اعطى العمال حق المشاركة في الارباح وحق الانتخاب لمجالس ادارة الشركات اللي بيعملوا فيها يعني هنتكلم عن الاصلاح الاجتماعي اللي عملته الصورة هنتكلم عن المبدأ الرابع اللي هو تحقيق العدالة الاجتماعية اه موضح الان ما جاءت بالامتحانة بالكده اه من ضمن الاخطاء الشائعة بافتكر ان السؤال على المرأة هو بقولها ده اللي ليلي لان الاهتمام يمثل تحقيقا مبدأ اهام او هدف من اهدف الصور هكون انه يمثل مبدأ الرابع تحقيق العدالة الاجتماعية هذا لريد بيكون عدالة الاجتماعية وكان ينص على الكتاب وتكلم على المبدأ كله ولا تكلم بعد كده على المرأة بس لا لا المرأة سطر، ماينفعش سؤال عليه تلاث درجاتي يسوي سطر جميل. طبعا نتكلم هنا على الايه? على المبدأ الرابع. على المبدأ الرابع. معنا عشان كده قلت ان هو خطأ شايع وخصف الانتحان. تمام. طبعا. ازباب اه? انكمل بس اسئلة شيما رجعت تاني معنا. اه. ماشي شيما معاك اتفضالي. ماشي بعد كده في سؤال بما تفاصل? احنا كتبنا سؤالك الاخير ووجه النقد الدستور تلاتة وعشرين. تمام? اه. السؤال اللي انت عبدالخط ما هي طاع ووجه النقد الدستور تلاتة وعشرين. ده تلاحم كوهة الشعب المصري. تلاحم كوهة الشعب المصري. في ثورة الف تسعمية وتسعة واضح. في ثورة الف تسعمية وتسعة واضح. تمام? اه. معانيش يا الم swt. بتفضالي. آه فيه لكتب لا مش رحميا اللي هي المناخ对كري والثقافي في مصر بعد حرب السوبة. المناخ الفكري والثقافي في مصر. بعد حرب اكتوبر اه هي مش بعد حرب اكتوبر ده المناخ الفكر والثقافي ظهر من اتنين وسبعين قبل حرب اكتوبر بسنة انت في حماني؟ اه افتح عند الكتاب المدرسة كده هتلاقي كده موجود المناخ الفكر والثقافي الذي ظهره ماشي اه في عهد الرئيس السادات لما ان السادات اطلق شعار دولة العلم والايه؟ والايمان اه طلقف الاخوان هذا الشعار اتنين وسبعين ووظفوه في اعداد قيادات للمستقبل بعد اخرجه من المعتقلات ونكمل الفقرة الموضوع هنا بقى ماشي عندي كده من اتنين وسبعين تمام كده معايا؟ اه طبعا هنا البداية من اتنين وسبعين وبعدين استمر لحد سنة واحد وتمانين واحد وتمانين اغتيال الرئيس مين؟ السادات السادات فيهمت كده؟ اه طيب طبعا ما فيش هنا عندي تلاعب بالالفاظ فاحنا نقول لما ناخي الفكر والثقافي سواء بعد اكتوبر او قبل اكتوبر او في عهد السادات هو حاجة ايه واحدة؟ ماشي؟ ماشي طبيعا لأحوال الاقتصادية في مصر وممكن يجي عليها اكتر لو كده هصلها النقاط كتيرة ومتعددة طبعا انت عندك فيه سبع اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية في مصر انت عندك الكتاب شبه يا بنت حوالي عشرين في المية اوضاع يعني عندك اوضاع مصر في ظل الحكم العثماني الحاملة الفرنسية تطبيق الاحتقار سكوت الاحتقار اثناء الاحتلال البريطانية اثناء وزارة الشعب قبل صورة يوليو بعد صورة يوليو فاهمة؟ اه كل دي اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وفيها عسكرية وفيها بعض الحروب عندي كمان تمام؟ الحاجات دي لازم تيجي في الامتحان لو دورت في الامتحانات بتاع السنين اللي فاتت هتلاقي ما هتقلش مستحيل عن تسع درجات فاهماني؟ اه تفضل انشغل العرب ايه؟ انشغل العرب عن التكتل انشغل العرب عن الوحدة والتكتل الى النضال مع الدخلاء؟ اه السؤال ده ما يلغي انت عندك يا شيماء عندك فيه سياسة الاستعمار والاوروبية في الوطن العربي اول الفصل السابع كم سياسة؟ سبعة سبعة سياسات اه فاكرهم تأسيم الوطن العربي الصراعات الحاجات دي؟ اه دي كانت السياسة التمنى ولغاه السنين دي مش موجودة عندنا يا بنتي انشغل العرب عن الوحدة والتكتل الى النضال مع الدخلاء مش هو ده السؤال؟ طب في الكنترول هيعمل لك اللي انت عزافية يا سيلة تانية عندك لا الف سكر يا سيد أحمد تحت عمر حضرك يا حبيبت معي الف سلامة اتفضل السيد محمود أسباب عقد معهدة 36 أولا ما ينفعش كده السؤال ييجي أسباب عقد المعاهدة لازم نقول ليه بريطانيا وافت على عقد المعاهدة لكن عشان أقول الأسباب أقول ليه المصريين تطلعوا العقد المعاهدة طبعا هنا السؤال طبعا فنيا ما ينفعش ييجي بالصيغة دي ولكن هو السؤال ييجي ظروف عقد المعاهدة لكن كأسباب ما فيش أسباب لأن أنا أجأ أقول بما تفسر موافقة بريطانيا على عقد معهدة 36 لأن الموضوع كان في إيد بريطانيا الموضوع كان في إيد بريطانيا لابد لو جه السؤال بما تفسر موافقة بريطانيا على عقد معهدة 36 لازم أقول بسبب قيام المصريين بصورة 1935 رفضا على تصريح سماويل هور وشعور بريطانيا بقرب الحرب العامية الثانية فوافقت على عقد المعاهدة أما ما أسباب اتجاه المصريين إلى الضغط على إنجلترا لتوقيع معاهدة جديدة في عهد حكومة توفيق نسيم بسبب شعورهم بالتراب الموقف الدولي وقرب اشتعال الحرب العامية الثانية ورغبتهم في التخلص من عيوب تصريح 28 فبراي فإحنا برضو ما بيجي لنا سؤال لازم أقول فنيا يجي إزاي عشان برضو الطالب ما ينفعش يجي بالصيغة دي يعني ما ينفعش يقول هنا ظروف معهدة 36 ظروف بس مش يجي في الامتحانات الظروف هو كلمة أسباب ما ينفعش لكن أسباب أسئلة جايبها بفقرة لا لا ما هو الأسئلة كتير غلط كنتوا بخارجية مني أنا أسئلة غلط ومتدرسين بيحطوا أسئلة من عندهم أنا بقى بتكلم السؤال فنية اللي بحط إزاي السؤال فنية ما ينفعش كده أسباب موافقة بريطانيا على عقد وعهد السنة وتأتي تمام لأن الاتنين بطلقوش كده إلا لما بريطانيا توافق بالزبط أوجه النقد الدستور 1923 هنقول أن هذا الدستور احتوى على نصوص متنقدة متعارضة ففي نفس الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن الأمة مصدر السلطات جاء الدستور بنص معارض وقال من حق الملك إقالة الوزارة أو البرلمان في أي وقت وبذلك كانت هذه البداية لعبث الملك بالحياة الدستورية فنقول أن الدستور يحتوى على نصوص متنقدة متعارضة نصوص تمنع عمل النص الأول بما تفسر تلاحم قوى الشعب المصري في صورة أبلس عام 2019 والله السؤال ده جميل جدا وممكن يجي دلل دلل هنقول المظاهر فاكر سيانتك لما جاء السؤال ده أستاذ محمود سنة 2008 تقريبا فسره وكان طبعا الصيغة مش مظموطة كده فسر تمام فسر تلاحم أولا هنا التلاحم بقى أستاذ أحمد إثبات أو تدليل معنى هنا لو قولنا دلل هنقول المظاهر بما تفسر التلاحم هنقول بسبب إيه التفافهم حول شخصية سعد زغلول وعدم تخليهم عن قيادة الوفد لمطالب الأمة وبسبب شعورهم أن الوفد هو المتحدث باسمهم وهو ممثل الأمة المصري فمش عايز يتخلوا عن سعد زغلول ولكن طبعا السؤال برضو بما تفسر مش هيجي باستيغة دي لأنه ملوش إجابة في الكتاب هو طبعا بسبب نافي سعد زغلول مناخد فكري والثقافي خلال حكم السادات ساز أحمد تكلم عنه طيب معنى تليفون سامح من بنسويف سلام عليك يا سامح عليكم السلام إذنك مستر الله يخليك عامل يا سامح الحمد لله ترميش كبير ماذا؟ سمحت كان عندي يا سلام فضل علم صحة أو خطأ سامح ضع علامة صح سامح بنسويف ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السامح في الحالتين توقف العمل علميه لك توقف العمل بالامتيازات الأجنبية بالامتيازات الأجنبية زمن الحملة الفرنسية زمن الحملة الفرنسية تمام فضل اه تفضل ما العلاقة بين ما العلاقة بين اه ما العلاقة بين معاهدة لندن معاهدة لندن الف تمنمية واربعين الف تمنمية واربعين وحرب الشام وحرب الشام الف تمنمية تسعة وتلاتين الف تمنمية تسعة وتلاتين تمام لا تفضل اللي انت عايز اقوله وضح يعتبر عصر الخديوي اسماعيل يعتبر عصر الخديوي اسماعيل من الف تمنمية تلاتة وستين من الف تمنمية تلاتة وستين لالفتبنمية تسعة وسبعين لالفتبنمية تسعة وسبعين نهاية فترة انتقالية نهاية فترة انتقالية في تاريخ مصر الحديث في تاريخ مصر الحديث ما العلاقة بينه في تاريخ مصر الحديث ما العلاقة بينه توسع محمد علي ما العلاقة بينه توسع محمد علي في السودان في السودان وتأسيس الجامعية الجغرافية وتأسيس الجامعية الجغرافية 1875 1875 طبعا تدعيات الاقتصادية للأزمة المالية في عدد توفيق ده مالية تدعيات الاقتصادية للأزمة المالية في عدد توفيق هي الصيغة بس يا كلمة كان للأزمة المالية تدعيات اقتصادية أو ملامح الأزمة المالية الصيغة بس بقت ملغية عندي وفيه بقى حاجة تانية العوامل الرئيسية لقيام الصورة العربية تمام معي يعني يا سامح كان موجود الأول عندي كان للأزمة المالية أو الأزمة السياسية تدعية اقتصادية يعني الأزمة السياسية اللي حصلت كان لها تدعية اقتصادية أو أسباب اللي نتيجة قانون التصفية قانون المقابلة حالة الدباط للتقاعد الكلام ده تلغى مش تلغى نفسه لا تلغت الصيغة دي نفسها وأصبحت عندي العوامل الرئيسية لقيام الصورة العربية تمام تمام في حاجة تانية يا سامح اه معلش ما لا علاقة بين اتفضل ما لا علاقة بين التقارب بين ألمانيا والنمسا التقارب بين ألمانيا والنمسا والوفاق الودي وايطاليا اه وكفاح الدعيم مصطفى كامل ضد الإنجليز وكفاح مصطفى كامل ضد الإنجليز تمام اه تمام قصة في 2012 دول تاني بيقول وضح. وضح. العوامل التي. العوامل التي. ادت لاخفاق. وضح العوامل التي ادت. الى اخفاق. محمد علي. اه. محمد علي. في ضم الشام. في ضم الشام. بس بس انا لو مش هارضر اسمع الاجابات بس على السئلة دي دلوقتي. ممكن اعرف اه الاعادة بتاع الحلقة. وليه مش هارض اسمها حليما انت معانا هو. معانا دلوقتي بس انا عمال احاول اتصم من بلد اللي مفيش فاعدة. فانا عليها بلد بالوقت. طيب خلاص احنا اصلا قدامنا بتاع عشر دقايق. اقعد عشر دقايق مش الدنيا مش اطير يعني عشر دقايق اسمع. انا لو عايز اعرف انها حدث عن الحلقة دي بزاك. في الكنترول هيبلغوك الاعادة امتا? ماشي يا سمع? ماشي يا باشا. اه عندنا السؤال اولاني توقف العمل بالامتيازات الاجنبية زمن الحملة الفرنسية يا سامح العبارة هنا صح. الامتيازات توقفت زمن الحملة الفرنسية عندما الزمامين وكل الموجودين في مصر بدفع الضرائب بما فيهما الفرنسيين. واحنا طبعا كان عندنا الاجانب ساعتها مميزين ما بيدفعوش ضرائب. النقطة التانية اسم محمود ما العلاقة بين معاهدة لندن وحرب الشام الف وتبنوة وتلاتين. طبعا اه هو السؤال المفروض نعكس. اه. ما العلاقة بين اه حتى مش هنسميها حرب الشام هنقول موقعة نزيب او نصبين. لان حرب الشام بتطلق على الفترة الاولانية فقط. اللي نتج عنها توقيع صلح كتاهي. فهنصلح الجملة ونقول العلاقة بين موقعة نصبين او نزيب ومعاهدة لندن. هنقول ان انتصار محمد علي في موقعة نزيب قدت الى شعور دول اوروبا بان محمد علي خطر على التوازن الدولي. ومن هنا قرروا التصدي لانتصاراته برغم انتصاره. واتفهم على السلطان على عقد معاهدة لندن التي ادت الى نهاية الوحدة القبرى والدولة العربية القبرى اللي انشأها محمد علي. وعادت مصر الى حدودها قبل يعني قبل عقد المعاهدة. يعتبر عاصر اسماعيل نهاية فترة انتقالية. هنقول فعلا لان عهد اسماعيل جاء بعد ان عانت مصر من فترة تدهور بعد معاهدة لندن حتى تولي الحكم. بسبب توقف وتجمد التنمية الزيتية في مصر. بسبب سيطرة التجار الاجانب على التجارة في مصر. بسبب ازدياد الاستثمارات الاجنبية في مصر. كل ده اخر عملية التنمية الزيتية المصرية. حتى جاء اسماعيل واقام نهضة عظيمة. ولكن التدخل الاجنبي قضى للقضاء على هذه النقطة. السؤال ما لا علاقة بين توسع محمد علي في السودان وتأسيس الجمعية الجغرافية. السؤال طبعا فنية الغلط. مفيش حاجة في المنهج بتربط ما بين الجمعية الجغرافية. وايه توسع محمد علي. ويقضب انا الابحاث الجغرافية. لا لا. اكتشاف منابي النيل والتعرف على هزا الجزء من افريقيا. بص يا سيد احمد. احنا ما بنسبش سؤال لتخمين الطالب. اه. وانا اجيب اجابة من عندي. والزم بيقى المصاحين. انا انا عايزة بقى صريح كده. السؤال غلط اقول عليه غلط. تمام. قص دي هتعمل مشكلة. تمام. كم طالب عارف. وبعدين ايه علاقة الابحاث الجغرافية بنابعيني. طب ما ممكن الابحاث الجغرافية خاصة بالطربة المصرية. طبعا سؤال فنية الغلط عشان كده بقوله لغلط. ماشي. العلاقة بين آآ المانيا والنمسا وايطاليا. واقف احمد صفا كامل ضد الانجليز. طب ما تجاوب انت عليه ده. حاضر. لو في عندنا جملة في الكتاب بتقولي الكلام ده مصبوط. معلش. 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 طالب عندنا معزورين. طبعا. في اسئلة كتير بتيجي طبعا. السؤال طبعا غلط. معلش هنحاول ان اقرب لهم برضو ايه شوية اقرب اجابة. لا هي القصة يا وصد احمد. القصة ان انا عايز اقول. طالب ما السؤال اقوله غلط. اه السؤال. اه السؤال اصلاحه. اه السؤال مش مصبوط. اه. بس يعني بنقوله. التقارب بن المان ونمسو واطاليا. ادى الى عقد الوفاق الودى بين انجلترا وفرنسا. الوفاق الودى اللي ادى الى تخلي فرنسا عن الزعيم مصطفى كامل. اتباع كورومر سياسة القبض الحديدية حادث الدين شوية. فهنتكلم على جهود مصطفى كامل بعد دين شوية. بس في لفة يعني. بس لحمد طويت. يعني اعزو لك اسامع. نعايز نص صفحة اجابة. اه. في لفة كبيرة شوية بس يعني مش مشكلة. العواملة التي ادت لاخفاق محمد علي في ضم الشام. محمد علي في الاول ضم الشام. ولكن نقول العوامل التي ادت. اوص الف انية من مكانته مزبوط. العوامل التي ادت الى اخفاق محمد علي في انشاء الله عبية الكبرى. هنقول بسبب مواقف الدول الاوروبية بدءا من صلح قتاهية. ثم قيام روسيا بتوقيع معاهدة دفعية هجومية ضد محمد علي مع السلطان. ثم رفض دول اوروبا محاولة استقلال محمد علي بقى تلاتين وتعمية وتلاتين. واخيرا توقيع معاهدة بلطة لمن القضاء على استاذ محمد علي صريحة. واخيرا توقيع معاهدة لندن التي كانت ضربة النهاية لمحمد علي. شكرا اسم محمود. معانا احمد بن اينا. السلام عليك يا احمد. الله يخليك عامل يا محمد. لا خليك ذاك. اهلا وسهلا يا حبيب ازاك حالق. عامل ايه? معايا يا اشف. اتفضل يا احمد. اه صحة. ضع علامة صحة او خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. كانت جميع الاحزاب السياسية في مصر عام الف تسعمية والسبعة. تناضل ضد الاحتلال. ادخل في حتة كده بعيدة شوية عن الهوى عشان نسمعك. ناشى وتطالب بالاستقلال. واحدة واحدة كانت جميع الاحزاب السياسية في مصر سبعة تناضل ضد الاحتلال. وبعدين. وتطالب الاستقلال. وتطالب بالاستقلال. تمام. اه بما تفسر اتجاه فرنسا الجزائر. تمام. اتجاه فرنسا لاحتلال الجزائر. تمام. بما تفسر بين المجتمع والفرنسي. ايه? اخد نفسك شوية يا احمد بس على مهلك كده اقول واحدة واحدة. بما تفسر. اه. وضوح بين المجتمع والفرنسي. وضوح الفرق انا رايحك او. بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي عند المواجهة. تمام? اه قبيل الحملة ولا عند المواجهة? لا قبيل ايه? ما جيه الحملة. قبيل ما جيه الحملة. قبيل ما جيه الحملة? اه. طب تمام قول. اتفضل. اه. اه. تفسر تاني. اه. اتفضل. الوحدة العربية. فسر فشل. الوحدة العربية. فشل الوحدة العربية. اه. التي اقامها محمد علي. في النص الاول من القرن التسعتاشر. في النص الاول من القرن التسعتاشر. تمام. اه. في سؤال اه. 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 على مهلك يحبت بس صوت مش واضح. التوافق. 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 بين الدول القبرى. التوافق. قول يا احمد بس كده بشويش كده واتكلم واحدة بشويش عشان اسمعك. وعل صوتك. التواطق. 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 ايوة خلاص التواطق بين الدول القبرى. لتمكين فرنسا. لتمكين فرنسا من احتلال مين. مراكش. من احتلال مراكش. ده وضح ولا فسر ده ولا ايه. لا بس فسر. فسر ماشي يا باشا. ها. في سؤال دلل. اتفضل. كان الوضع في مصر. دلل دلل. كان الوضع في مصر. اواخر. اواخر. العهد الملكي. العهد الملكي. قد بلغ اقصى الفساد. بلغ اقصى درجات الفساد والانحلال. تمام حاجة تانية. شكرا. تحت امرك يا عم احمد. تابعنا كده ان شاء الله. هنحلي لك كل الاسئلة بتاعتك. بنقول معي معاليش احمد بس وتو كان بقيت شوية. احمد من انا اسئلة الجميلة ومتنوع للمنهج. وفي اسئلة لسه لسه الاستاذ محمود مجاوبها. السؤال الاول ده علامة صح او خطأ. كانت جميع الحزاب السياسية في مصر عام سبعة ونضل ضد الاحتلال. وصولها الاستقلال. طبعا بنقول العبارة دي صح يا عم احمد. ليه? انا بقول بالرغم من اختلاف اهداف هذه الاحزاب او الطرق التي ناضلت ايه بها? اه في هذه الفترة. اعلى الاحزاب صوتا واوضحها موقفها. واوضحها موقفا كان الحزب الوطني. في احزاب نشأت في احضان الاحتلال واخرى في احضان الخديوة. ولكن كلا ناضل مطالبا بالجلاء والدستور والحياة النيابية السليمة. ومطالبا بالكيفية التي يراها تعبر عن مصالح الحزب وتحقق اهدافه. وظلت هذه العملية حتى قيام الحرب العالمية الاولى الف سمية واربعة عشر. مع الوستاذ محمود يا احمد هن ايه? نبدأ التفسير اتجاه فرنسا الاحتلال للجزائر. تفضل استاذي. طبعا اه السؤال ده سؤال قديم. وبرضو فنية ما ينفعش ييجي. ان انا ما عنديش اسباب واضحة في المنهج. ليه? ولكن عندي اه قيام فرنسا بحصار الجزائر ثم تقديم مطالب. السبب الوحيد اللي عندي هو مشكلة الديون وده من السبب واضح. فالسؤال ما يجيش طبعا كان يجي في المنهج القديم قبل ما نشيل. اللي هو رغبة فرنسا في انشاء دولة مستعمرة كبيرة في شمال افريكيا. وسؤل احوال السياسية فرنسا. فالسؤال غلط فنيا مش موجود. ولكن هو اللي موجود. اللي هو ايه? العلاقة بين مشكلة الديون واحتلال في انصر الجزائر. طيب وضح الفرق بين المجتمعين المصري والفرنسي. هنا هنعمل مقارنة بين المجتمع المصري والفرنسي قبيل مجيل الحملة. هنقول من الناحية الاقتصادية كان المجتمع المصري في حالة ركود اقتصادي. اما المجتمع الفرنسي كان في حالة تقدم وازدهار بسبب الثورة الصناعية. هنقول بالنسبة للناحية السياسية كان المجتمع الفرنسي في حال التنور سياسي ويتميز بالحرية والديمقراطية بينما المجتمع المصري كان يعيش في عزلة. بالنسبة للوضع الاجتماعي كان المجتمع الفرنسي متقدم ومتنور بالتعليم بينما المجتمع المصري كان يعاني من يعني آآ نظام الخرافات والتدهور. جميل. طيب. بعد كده يا ولاد بنشكركم وهنكمل ان شاء الله الاسئلة في الحلقة القادمة ان شاء الله بنشكر في الاخر. الوستاذ محمود شكرس محمود. شكرا عليك يا صاحب. تابعونا ان شاء الله في ساعة كمان وان شاء الله بكرة الساعة 11 الاثناشر مع رقة تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.